دعت منظمة العفو الدولية المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق في جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل وأشرت المنظمة إلى أن ثلاث غارات جوية إسرائيلية في وسط قطاع غزة وجنوبه أدت إلى استشهاد 44 مدنيا فلسطينيا بينهم 32 طفلا في إبريل الماضي وأشرت إلى أن تلك الغارات حدثت في 16 إبريل في مخيم المغازل اللاجئين وسط قطاع غزة وفي 19 والعشرين من إبريل في رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة وأكدت العفو الدولية أن تحقيقها يوفر أدلة أساسية تشير إلى هجمات غير قانونية لجيش الاحتلال الإسرائيلية